في أواخر 2018 وفي شهر سبتمبر انفيديا تبدأ عصر جديد من كروت الشاشة باسم الارتي اكس كروت تحتوي لأول مرة على 3 أنوية في شريحة واحدة أول نواة كانت الارتي كورز ودي مهمتها معالجة محتوى الري تريسنج أو تتبع الأشعة اللي تكلمنا عنه في حلقة فاتت النواة التانية كانت التنسور كور أنوية الزكاة الاصطناعي بحيث تعتبر كروت الارتي اكس هي أول كروت لفقة الكونسيومر اللي بتستخدم أنوية الزكاة الاصطناعي في الألعاب وطبعا النواة التالتة وهي النواة الأساسية الكودا كورز لحد 22 فبراير 2019 والدنيا كانت كويسة عارفين ومتأكدين أن الكروت مشى في طريقة الصح كروت الارتي اكس كتسمية ومواصفات بتبدأ من أعلى كارت اللي هو الالفين تمانين تي اي وبعده الالفين تمانين وبعده الالفين سبعين وبعده الالفين ستين نخش بقى على الالفين خمسين؟ لأ مش كده استحواز انفيديا على سوق كروت الشاشة مش بس خليها تنزل بهاردوير داعم تقنية تطبيقة في الألعاب الحد ما قليل أو هم ألعاب تتعد على صوابع الإيد الوحدة إلى أن الهيمنة دي خليتها تاخد خطوة شايفها غريبة جداً كروت جي تي اكس ما فيهاش بس غير أنوية الكودا كورز الأساسية وتسميتها غريبة جداً بيبتدوا من أول الجي تي اكس 1660 تي اي الجي تي اكس 1660 وحاليا الجي تي اكس 1650 أسماء لا تموت بأي حال من الأحوال لجيل تيورينج تيجي تسألهم ليه كده يا جماعة يقولولك أنا مزاجي كده الحقيقة إن دا ما كانش ردهم الحقيقة رد الشركة على التسمية دي كان عشان نفرق ما بين كروت الجي تي اكس وكروت الارتي اكس اللي بتبتدي من أول الارتي اكس 2060 الحقيقة بعد ما قلت الجملة دي أو رد الشركة لو كان ردهم أنا كيفي كده أو أنا مزاجي كده كان هيكون أحسن بس مش مشكلة التسمية وهنتعود عليها السؤال هنا مين المفترض إنه يشتري الجي تي اكس 1650 أجدت كروت انفيريا المعتمدة على معمرية تيورينج الكارت بدايتها موجه للفئة الاقتصادية الاتنين اللي فاتوا الجي تي اكس 1660 تي اي والجي تي اكس 1660 بيلعبوا على الفئة المتوسطة بدون طبعا الريت ريسنج يمكن 1660 حلقة الوصل بين الفئتين لو معك فلوس زيادة ومش عارف تجيب بيها ايه يبقى 1660 الدنيا مزنوقة شوية يبقى 1650 الجي بي او الجديد جي بعدد 896 من الكودا كورز وبييجي برماب بحجم 4 جيجا بايت من نوع جي دي دي ار 5 يبقى كده وحتى الان اخر كروت اللي بتدعم جيل الرمات الجديد الجي دي دي ار 6 هو الـ 1660 تي اي كارت زي الـ 1650 محتاج باور للسيستم ككل مش اقل من 300 واط ومن ماركة معروفة وبيستهلك باور عن طريق 6 بن للباور فبما ان ما بقاش فيه الرقم ده من الباورات اللي هو الـ 300 واط فانت غالبا مش هتلاقي اقل من 500 او 400 ويمكن الـ 400 واط اللي حد ما بقى نادر حبتين فيما بعد احتمال نلاقي نسخ من الـ 1650 من شرقاء انفيديا هتكون من غير 6 بن مش معنى كده ان الله قدر الله هيحصل حاجة للكارت او للجهاز عشان الباور اعلى من الـ recommended للكارت ده لان الباور ما بيديش الجهاز كل الـ 500 واط على العكس المكونات دي بيكون فيها controllers للباور مهمتها انها تاخد الباور اللي هي محتاجة عشان اداء معين المهم ان الكارت ده زي اخوات الكبار الـ 1660 والـ 1660 Ti مفيش منه نسخ قياسي او نسخة founders edition يعني انفيديا ثابت مصير التبريد في الكروت دي للشرقاء بتاعها فالكارت اللي معانا هو كارت من اسوس الـ ROG Strix GTX 1650 OC الكارت ده من اسوس هو الاعلى من حيث الترددات مقاردة بالنسخ اللي هتكون متوفرة من نفس الـ GPU ومن اسوس فالكارت جاي بتردد بيبدأ من 1485 وبيقدر يوصل لتردد 1860 ميجا هرتز على الأوسي مود وده بروفايل بتفعله عن طريق برنامج اسوس جي بيو تويك بما ان ده كارت aftermarket لان زي ما قلت ان مصير الكروت ده في ايد شرقاء انفيديا هتلاقي ان اسوس راعت في الكارت يكون في تبريد احترافي بجانب طبعا الشكل التبريد في الكارت هنا متكون من مراوح وهيتسينك المراوح عددها اتنين هتضخ الهواء بداية من درجة حرارة يوصلها الـ GPU 55 درجة غير كده المراوح الاتنين هيفضلوا وقفين تماما ودي ميزة في كروت الـ Aftermarket مش موجودة في الكروت القياسية المراوح نفسها فيها تصميم المفترض انه هيزود من كمية الهواء لدخلة للهيتسينك وطبعا هيزود من ضغط الهواء بالتالي يعمل تشديد افضل لدرجة الحرارة الهيتسينك في الكارت بيعتمد على تصميم اسوس القديم Direct CU2 التصميم ده عبارة عن اتنين من الانبيب النحاسية متوصلين Direct على الـ GPU ومن الـ GPU متوصلين للهيكل الكامل بتاع الهيتسينك من شرائح الامونيو اللي بتكون بطول الكارت اما بالنسبة للشكل فالكارت شكله ما اختلفش كتير عن كروت الـ GTX من الجيل اللي فات زي الـ GTX 1050 Ti على سبيل المثال يمكن الفرق بينه وبين الكارت القديم ان الكارت الجديد بيجي معاده عامة تربط بين المشتت والمراوح او الجزء العلوي من الكارت والجزء السفلي اللي بيتكون من الـ Back Plate اللي ما فيهاش اي حاجة غير شوية رسومات ليها علاقة بشركة اسوس ديف على كده ان الكارت بيدعم الـ RGB من اسوس وراسينك في جزء واحد من الكارت عنده لوجو ROG وده عادي جدا في كروت الفئة الاقتصادية ان الـ RGB يكون قليل لكن اسوس ضافت في الكارت مستين ممكن تلاقيهم في اي كارت وممكن لعن الميزة الاولى زرار عشان الـ SteelSmooth وده بيطفي كل الاضاءة اللي بتكون موجودة في الكارت اللي عنده جزء واحد بس وده ممكن تلاقيها في اي شركة تانية الميزة التانية اربعة بينهيدر لمروحة الكيس وده عشان تربط سرعة دوران مروحة الكيس بدرجة حرارة الكارت وده غالبا اللي مش هتلاقيها في اي برند منافس فبعيدا عن منافسة البرندات لبعضها خلينا نروح لاهم جزئية في الحالة الجزئية اللي بتبين ان كان الكارت ده توجده بيقدم شيء ولا لا انفيديا بترجح ان لايشتري الكارت ده يكون شخص بيمتلك شاشة عرض 1080p وبيفكر يأبغريد لكارت يناسب الريزولوشن ده بسعر يقدر ب700 درهم اماراتي اي ما يوازي 714 ريال سعودي و3273 جنيه مصري بالاخص لو معاها كارت زي GTX 950 وما كانش مكتنق بالجيل اللي فات من انفيديا او معاها GTX 1050 او 1050 Ti وحيز يشوف اداء الجيل الجديد مقارنة بالجيل الاديم الاختبار بتاعنا هيتقسم لنوعين الاول هيكون على العاب النوعية تريبل اي والنوع التاني هيكون على الالعاب من نوعية الاي سبورت التجربة زي ما قلت هتكون على دقة هارد 1080p وعلى اعلى اعدادات للالعاب دي الشكل الاول من نتائج الاداء هيكون على الالعاب التريبل اي هنلاقي ان الكارت مع اعلى اعدادات محقق ارقام بليابل الا في لعبة مترو يعني انت قادر تلعب اساسنز كريد اوديسي لكن دي صعب جدا تلعب على 11 فريم وبكده وبالدليل القطع لعبة مترو اكسدوس تنضم لميم كرايسستو نسبة التفوق اللي حققها الGTX1650 على الGTX950 كانت 148 فلمية اما نسبة التفوق على الGTX1050 كانت 144 فلمية اما نسبة التفوق على الGTX1050TI حوالي 102 فلمية ما تستغربش من النسب اللي بتسمعها ارجع تاني وبص على الارقام اللي الكروت القديمة ما حققها وصاد الكارت الجديد في الالعاب أما في ألعاب الإيسبورتس أو بالأخص الألعاب من نواية باتر ريال زي إبكس ليجنز وبابجي فالكارت الزيال محافظة على مكانته في التفوق اللي محققه على الجي تي اكس 950 والألف خمسين والألف خمسين تي آي بنسب 69% و50% و39% بالترتيب وكالعادة أنت مش محتاج في الألعاب دي تكون على أعلى إعدادات لها في النهاية لو جينا بصينا على الكارت هيكون برضو زي النتائج من شقين الشق الأول كارت من إيسوس والشق التاني كجيبيو من إمبيريا بالنسبة للكارت فتبريده ممتاز جدا الكارت حقق درجة حرارة على التي بي كاللوت توصل ل 63 درجة صوته هادي جدا يكاد يكون مسموع لما تقرب منه جامد الكارت شكلا ومميزات مناسب جدا لسعره أي نعم ما فيش جديد بس لازال مناسب لسعره أما بالنسبة لجي بيو من إمبيريا فدي محتاجين في البداية نبص على سعر الكارت الكارت سعره المقترح يبدأ من 700 درهم إماراتي النسخ اللي سعرها هيكون أعلى من كده هيكون الاختلاف بسبب التبريد والشكل والمميزات والتردد على حسب كل برامد لو بصينا على الكارت اللي منه مفترض أنه هيستبدل الجي تي اكس 1050 وال1050 تي اي وطبعاً التسعمية وخمسين أكيد لو معاك تسعمية وخمسين وكنت ناوي على 1050 تي اي أو 1050 يبقى الأفضل أنك تروح للألف ستمائة وخمسين كبداية عشان الأداء هيكون أعلى خصوصاً في الألعاب من نوعية تريبل اي الكارت الجديد بيقدم فرق أداء غريب جداً وصاد الكروت القديمة من معمري باسكال سعر الكارت المقترح بداية من 150 دولار فلا افترضنا أن الكارت اللي معنا ده سعره 190 دولار الجي تي اكس 1050 متاح بسعر 150 دولار في نسخته الاتنين جيجا والجي تي اكس 1050 تي اي في نسخته الاربعة جيجا متاح بسعر 280 دولار ونص طبعاً أسعار غير عقلانية وعلى افترض أنه متاح لك بنفس الأسعار دي يبقى بدون الدخول في أي تفاصيل وفي أي نسب وفي أي أرقام اشتري الجي تي اكس 1650 سعراً أفضل مقابل أداء وطبعاً مقابل مواصفات ومقابل مميزات بالنسبة لكروت الأفتر ماركت يبقى لو كنت نوع على تجميع يكون فيها الالفة خمسين أو الالفة خمسين تي اي يبقى استنى حلقتنا الجاية اللي هتكون عن تجميع في حدود الخمسمية للخمسمية وخمسين دولار أي ما يوازي 2100 ريال سعودي 2050 درهم اماراتي وحوالي 10 تلاف جنيه مصري عشان تجي لك الحلقة الجاية اعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردويل وزيب رأيك تحت في التعليقات وكالعادة لايك لو حلقتنا عجبتك شوفكم في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة